وصلت وزارة داخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبطات 92 طن مواد غذائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط 71 طن أما في مجالي قضايا المخابز فتم ضبط 712 قضية من بينها 195 قضية خبز ناقص الوزن و177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح فتم ضبط 20 قضية بمضبطات بلغت 117 طن أقمح ترجمة نانسي قنقر